السلام عليكم سنة 2018 المرصد الأوروبي في شيلي لاحظ حاجة غريبة جدا موجودة في كوكب غازي عملاق بيبعد عننا 1150 سنة ضوئية وكتلته نص كتلة كوكب المشترة وكتره أكبر بـ 20% من كتر كوكب المشترة واسمه واس بـ 96 بي والكوكب ده بيضور حوالي النجم شبه الشمس في مداره قريب جدا وقرب من مدار كوكب عطارد وده بيخلي درجة حرارته مرتفعة جدا وقربة 800 درجة وبيخليه يعمل دورة كاملة حوالين النجم بتاعه في مدة زمنية مقدارها 3 يام ونص يعني السنة الكاملة بتاعته بتعادل 3 يام ونص بس من أيام كوكب الأرض ومع ذلك كل الكلام ده مكانش غريب وكان عادي الغريب لما جينا نشوف العناصر اللي بيتكون منها الغلاف الجو بتاع الكوكب ده لقينا ان تركيز السوديوم فيها كبير جدا وياكاد يكون بيقترب من تركيزه على كوكب الأرض وده شيء مش طبيعي انه يكون موجود في الكوكب الغازية لكن بشكل مبدئي تعالينا وانت كده نعرف الكلام ده بنعرفه ازاي اصلا بص يعني هو انا هوضح الكلام ده بالتفصيل في حلقة الضوء بس بشكل مختصر كده اي كوكب لما بيجي يعدي من قدام النجم بتاعه والضوء بتاع النجم ده بيسقط عليه وبيعدي من غلاف الجوي بتاعه فالضوء اللي بيخرج مش بيخرج زي ما دخل ده بيطلع معاه بصمات العناصر اللي موجودة في الغلاف الجوي بتاع الكوكب كل عنصر موجود في الغلاف الجوي للكوكب بيطلع اشارة خاصة به وبصمة بتميزه عن باقي العناصر والبصمة دي بتبقى عبارة عن ضوء بتردد معين ومن شكل البصمة دي ومكانها بيعرف ان العنصر ده موجود جوا الكوكب ومن حجمها بيعرف ان العنصر ده موجود بتركيز قد ايه فحتى الكوكب الغازية بقى بيبقى جواها العناصر اللي المفروض تطلع البصمات بتاعها مع الضوء اللي بيبقى جاي من النجم لكن مشكلة الكوكب الغازية عموما ان يبقى فيها صحب كسيفة بتبقى موجودة على المحوط الخارجي بتاعها زي الصحب اللي بتشوفها مثلا على كوكب المشترة واللي بيبقى معظمها عبارة عن امونيا والصحب اللي بتشوفها على كوكب اورانوس واللي بيبقى معظمها عبارة عن كابريدة هيدروجين المهم ان مدام كوكب غازي لازم يكون موجود في صحب ايا كان نوع الغازي اللي هيكون السحابة دي الا ان انتشار الصحب جوا الغلاف الجوي بيخلي السحب ديها كمان تطلع بصمات لما تدق يعد فيها والبصمات بتاعتها عشان السحب بتبقى متوزعة على الكوكب بالكامل فده بتعلم في باقي العناصر ودايما هتلاقي ان بصمات السحب دي بتحجب جزء كبير من بصمات العناصر التانية وبيتخلي التركيز هيبان اقل من التركيز الحقيقي وده شيء عادي وطبيعي ومعروف في كل الكوكب الغازية اكتر عنصر بيتأثر بالموضوع ده هو السوديوم اللي اول ما شوف ان تركيزه قليل قوي في الكوكب الغازي تعرف ان الكوكب ده مليان سحب لكن اللي حصل هنا بقى كان العكس واسب 96 بي كانت اشارة السوديوم اللي جاي منه قوية جدا معنى كده ان الكوكب ده تركيز السوديوم فيه عالي وبالتالي من المفترض ان الكوكب ده مفهول سحب وكوكب هادي ونقي والسماء بتاعته صافية وده طبعا شئ مشتبعي ان يحصل في كوكب غازي وبرغم ان ده شيء مشتبعي ان يحصل الا انه كان فرصة عظمة جدا لسببين اول سبب فيهم ان الكوكب ده كده يعتبر شفاف وده يسهل علي ان انا ادرسه من جوه لان ما عادش فيه سحب تحجي برؤيتي تاني حاجة لما هاجي وادرس الكوكب ده وقرنه ببقى الكوكب الغازية هاعرف ليه الكوكب الغازية بتكون سحب اصلا واشمعنى الكوكب ده بالذات مكونش سحب وعشان كده الكوكب ده اتحط على جدول تلسكوب جيمس ويبن يدرسه واللي بالفعل قدروا ان يرصده وطلع الصورة دي والمفاجأة ان كان في الصورة بصمة لصحب قللت من تركيز العناصر والمفاجأة الاجبر ان البصمة دي كانت للمية معنى كده ان الكوكب ده عليه مية والمية دي كمان عاملة صحب زي الصحب اللي بتبقى موجودة على كوكب الارض طب ليه عامي مقدرناش اننا نرصدها بتلسكوب هابل مثلا او بتلسكوب المرصد الاوروبي الفكرة يا سيدي ان البصمة اللي بتطلحها المية بيكون ترددها في نطاق الاشعة تحت الحمرة زيها زي بصمة السانيكسيد الكربون اللي برضه بتكون في نطاق الاشعة تحت الحمرة عشان كده المية والسانيكسيد الكربون من الغازات اللي بتسبب احتباس حراري لانهم بيطلعوا انفراريد ومين افضل تلسكوب يقدر يحس بالاشعة تحت الحمرة جيمس ويب وعشان كده قدر ان يتعرف عليها ويرصدها طبعا كوكب درجة حرارة و 800 درجة مقاوية مش محتاج اقولك انه غير صالح للحياة ده يعني شئ بديهي وان الماء اللي عليدي كلها عبارة عن بخار مية مش مية سيلة لكن ده طبعا كانت اخر حاجة احنا بنبص لها اساسا مش ده المهم في القصة المهم ان انا بقى معايا وسيلة اقدر اكشف بها بدقة عن الماء اللي موجودة في الكواكب اللي محتمل وجود عليها حياة وده طبعا هيسهل علينا كتير في عمليات البحث اللي هتم بعد كده وده برضو كان تعليقي على الصورة الثالثة اللي صورها تليسكوب جيمس ويب وثالت فيديو في ثلاثة ايام لما فرحطت بس يعني لو حبيين كامل باقي الصور ياريت تعرفونها في الكومنتات ولو يعني هتعتقوني وتسامحوني في الصورتين الباقيين يعني يبقى كتر خيركم سلام